رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما قبال النفس بتقوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الحبيب المحبوب صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا لسيدنا بلال الحبشي يقول له أنفق بلالا ولا تخشى منذ العرش إقلالا يا بلال مع فقرك وهوانك أكثر من الإنفاق وإياك أن تظن أنك تنفق من مالك أو مما تملك فإنفاقك فإنفاقك من فضله عليك إنفاقك من كرمه عليك إنفاقك مما أعطاك الله وإياك أن تظن أنك تنفق من مالك وهل لك مال أن تنفق منه نزلت من بطن أمك عريانا أن لك المال فأعطاك وأمدك وأضاف عليك إياك أن تبخل بما أعطاك الله وعلم أن عطاءه إليك مدخر إن أعطيتك ما أعطاك ذاتك من فضله وكرمه وإن حرمت حرمك فضلا منه وكرم كن أيها الإنسان عبدا ممتسلا وعلم أنك أسيت من بطن أمك عريانا وستعود إلى قبرك عريانا وكل ما يمر عليك في الحياة داخل وخارج حاول أن تعلم بأن الأمر بيده وكن راض عن تصرفاته فيعطيك حسن التصرف في الحياة وبعد الممس أيها الإنسان لست إنسانا في هذه الحياة فحسب إنما أنت إنسانا لهذه الحياة ولما بعدها فعمل لآخرتك تنجو في دنياك وآخرتك وإن أهملت دنياك فأنت مؤاخذ عنها وإن أهملت آخرتك فأنت مسؤول عنها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما قبال النفس بتقوى ترجمة نانسي قنقر